إلى ذلك قالت حكومة غزة أن الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بأكثر من 12 ألف طن من المتفجرات منذ السابع من أكتوبر الجاري وبحسب الحكومة أيضا فأن مفعول هذه المتفجرات يساوي قوة القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية في عام 1945 وأكثر الحديث في القطاع عن استخدام إسرائيل أسلحة غير معتادة تتسبب في إصابات وجروح غامضة ويقول الأطباء في غزة أنهم لم يروا في استابق مثل هذه الإصابات موظفين أنها تؤدي في معظم الأحيان لقطع الأطراف في التصعيد الإسرائيلي الأخير على غزة استهدف القصف بشكل متعمد للمخيمات الموجودة في القطاع فما الذين يعرفوا عن هذه الأماكن المقتضة بالسكان والتي تعيش ظروفا إنسانية صعبة 365 كم مربعا هي مساحة قطاع غزة الإجمالية بطول 41 كم وعرض يتراوح من 5 إلى 15 كم قطاع أغلب سكانه هم الفلسطينيون المهجرون وأقيمت عليه ثمانية مخيمات للاجئين أغلبها أنشئة منذ النكبة هنا مخيم جباليا يقع إلى شمال الشرقي من مدينة غزة أنشئ عام 1948 في أعقاب النكبة على مساحة 1403 دونمات إلى أن وصل الآن إلى 1448 دونما ويقتنه حاليا نحو 214 ألف شخص بعد عام واحد من النكبة أنشئ مخيم الشاطئ عام 1949 يقع هذا المخيم شمال غرب مدينة غزة وبلغت المساحة عند الإنشاء حوالي 519 دونما لكنها ترجعت إلى 447 دونما ووفق الأونروا يقتنه حوالي 46 ألف نسمة إلى مخيم نصيرات الذي أنشئ عام 1948 وبلغت مساحة المخيم 588 دونما وحسب تقديرات جهاز الإحصاء المركزي منتصف عام 2023 بلغ عدد سكانه نحو 37 ألف نسمة وعلى بعد خمسة كيلو مترات فقط من هذا المخيم يقع مخيم دير البلح في المنطقة الوسطى في قطاع غزة وعلى مساحة 123 دونما يعيش به نحو 23 ألف لاجئ فلسطيني حاليا أما مخيم البريج فتحول من ثكنة عسكرية إلى مخيم إثر الحرب عام 1949 بعد النكبة بيع من واحد وانتقلت إليه عائلات من يافا والمجدل وعلى مساحة 528 دونما يعيش نحو 32 ألف لاجئ فلسطيني مخيم المغازي أيضا ليس بعيدا عن البريج يطلق عليه خاصرة القطاع وتبلغ مساحته 559 دونما ووفق أحدث الإحصاءات يبلغ عدد سكانه 21 ألف نسمة وهنا جنوب قطاع غزة يقع مخيم خان يونس على بعد كيلو مترين فقط عن ساحل البحر وانشئ هذا المخيم عام 1948 وبلغت مساحته عند تأسيسه 549 دونما ويبلغ عدد السكان أكثر من 48 ألف نسمة أخيرا هنا وعلى قرب من الحدود المصرية أنشئ مخيم رفح عام 1949 غالبية السكان أصولهم تعود إلى قرى الليد والرملة ويافا وبلغ عدد السكان وفق أخر إحصاء أكثر من 43 ألف نسمة ثمانية مخيمات في الأوضاع العادية يعاني سكانها من اقتضاظ سكاني ضخم لكن في الحرب التي تجري الآن تتفاقم المأساة وسط استهداف تالي أبيب عن عمد المناطق الأكثر كثفة وقطع الخدمات عنها